بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصروات وأتم التسليم جيل 2006 يعطيكم ألف ألف عافية نزلنا فيديو وشرحنا فيه إنه الآن إيجا وقت إنه ندرس مادة الأول ثاني والفصل الدراسي الثاني عشان نقدر ندوجها مع مادة التوجيه ونشوف شو المتطلبة اللي لازم الطالب يكون مخلصها قبل ما يبدأ بتأسيس مادة التوجيه وليش المطلوب منك هو الفصل الدراسي الثاني الآن جاءتك هاي الدوسية اللي موجود فيها مجموعة من صفحات التأسيس المشتركة بين مادة التوجيه ومادة الأول الثانوي قواعد الوحدة الخامسة مضاف أيضا لها قواعد الوحدة السادسة اللي هي قاعدة الربورتين فيج فقرات الوحدة الخامسة مضاف لها أسئلة إضافية ومجموعة من التمارين وجميع تمارين كتابك مع الإجابات النموذجية الآن هاي الدوسية بتقدر تخصر عليها بس تبعت رسالة على رقم الواتساب اللي موجود قدامك على الشاشة بس أعطيني اسمك محافظتك تخصصت وإن شاء الله ستدخل في جروبات الفيديوهات هاي الدوسية رح يتم شرحها في الفيديوز على قناتي على اليوتيوب رح نمشي عليها بشكل بسيط أول شي رح تلاقي فيها قاعدة الربورتين سبيتش سواء للستيتمنت أو حتى للكوستجنز سواء دابليو أتش كوستجنز أو يس نو كوستجنز الآن الشرح فيها رح يكون تفصيل رحي في الفيديو شرح قاعدة الربورت سبيتش كاملة لأنه هي مرتبطة أيضا بشكل قوي في مادة التوجيه ونفس القاعدة رح تلاقيها موجودة في داخل الوحدة الأولى من التوجيه بعد ما نخلص إن شاء الله أسئلة الكتاب أيضا على قاعدة الربورت سبيتش زي ما أنت شايف كلياتها مع الإجابات النموذجية رح نروح على الفقرة رح تلاقي هون اللي هي الفقرة الأولى وأيضا موجود محا ترجمة مجموعة من الأسئلة الإضافية وبهاي الطريقة رح تكمل بقية دوسية بقية بقية بقرات الوحدة الخامسة وبعدين دوسية خاصة أيضا للوحدة السادسة مع البقرات المطروحة من خلص خامسة سادسة بالترتيب منتقل للنقطة السابعة أو الوحدة السابعة اللي رح يكون فيها الأفعال اللي تتبع بـ 2 plus infinitive or geran وبالتالي رح تلاقي أيضا الفقرة مترجمة للغة العربية بأكثر من طريقة مع أسئلة إضافية مع جميع أسئلة الكتاب وإجاباتها النموذجية فعشان تدخل في جروبات طلاب الأول ثنوي 2006 وبعدين هنتقل إلى التوجيه مرحل التأسيس تقدر تبعث رسالة على الرقم اللي وضحت لك في بداية الفيديو أو هو هذا الرقم 079-078-3880 وبإذن الله تعالى رح نخلص مادة الأول ثنوي الفصل الدراسي الثاني ونشوف شو فيه إشي مرتبط منها مع مادة التوجيه وبعدين رح نبدأ في مرحلة التأسيس للتوجيه فبالتالي لازم خلال المرحلة الموجود أنت فيها الآن في المدرسة تعرف شو المحتوى اللي لازم أنك تركز عليه في مدرستك في الفصل الدراسي الثاني هيك إحنا اللي حكنا عن مادة اللغة الإنجليزية وبإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة رح نبدأ نحكي عن بقية المواد مجموعة من النصاح خطط دراسية كيف ترتب وتنظم وقتك في بقية المواد بإذن الله تعالى حبايب القلب إذن منشوفكم إن شاء الله بالفيديو الأول منشرح قاعدة الريبورت دي سبيتش على هاي الدوسية بإذن الله تعالى الدوسية رح توصلك بيذي أب على بوبايلك ومن أي مكتب تقدر إنك تسحبها حبايب القلب يعطيكم العابية من شاء الله في أول فيديو من فيديوهات الأول ثاني من فصل الدراسي الثاني مع قاعدة ريبورت دي سبيتش